البصرة التي تعد مصدرا لتسعين بالمئة من واردات العراق ينتفض أهلها احتجاجا على تردي واقعهم المعيشي وعدم توفر الخدمات الأساسية صحيفة الجارديان البريطانية في مقال لها بعنوان التلوث والفساد يخنقان الحياة في البصرة قالت إن تردي الواقع المعيشي وتفشي الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة وارتفاع نسبة البطالة وتسلط الميليشيات المدعومة من إيران كلها أسهمت في تنامي الغضب الشعبي في البصرة وغيرها منتقدة تعاطي الحكومة في العراق مع مطالب المتظاهرين المتعلقة بحياتهم من خلال استخدام الرصاص ضدهم حينا وحينا بالحلول الترقيعية المؤقتة ووصفت ذلك بأنه تجاهل للمعنى الحقيقي للتعبئة الجماهرية إلى حد السخف الصحيفة البريطانية أكدت أن تردي الأوضاع في العراق سببه نهب إيران لثروة البلد من خلال الغطاء الديني وعلاقاتها المتينة مع قادة الميليشيات والأحزاب أما صحيفة نيويورك بوست فقد نقلت في وقت سابق عن رئيس حزب المستقبل الدستوري انتفاض جنبر قوله إنه منذ عام 2003 لم يعد بإمكاننا استنشاق الهواء النقي حيث قامت إيران بتحويل العراق إلى مستعمرة لها صحيفة الجارديان أشارت كذلك إلى الرؤية الإيرانية للتظاهرات في العراق من خلال وصفها لهجوم المحتجين على قنصليتها في البصرة بعد أن سئموا من سوء معاملة النظام الحاكم في طهران لبلادهم وصفته بالهجوم الوحشي وما بين السياسات الإقليمية والأطماع التوسعية دأبت الأحزاب الحاكمة على توطيل علاقاتها مع دول إقليمية بدلا من العمل لغرض ضمان رفاه الشعب وأمنه